في قبيلة اسمها اتكلمنا عنها بكده قبيلة الغفران من كبريات القبائل القطرية وإحنا عارفين أنه المجتمع السعودي المجتمع الإماراتي المجتمع الدول الخليج بيبقى فيها احترام للقبيلة يعني حتى رغم تقدم وحداثة الدولة في دول الخليج إلا أنه ما زال هناك للعشائر والقبائل وضع وكلمة لكن قطر ومنذ سنوات بعيدة وضعت قبيلة الغفران في مرمى أعمال إقصائية وأعمال عنصرية بشكل غير مقبول قبيلة من أكبر قبائل في قطر وقبيلة كانت قوامها يمكن خمس تلاف في وقتا ما كانت سكان قطر مئتين ألف يعني حالي 2.5% من سكان قطر تخيل تم نزع الجنسية القطرية عن هؤلاء وتم تهجير قصري لأول مرة في التاريخ يتم تهجير 2.5% من سكان الدولة في الأمم المتحدة انتهكات صارخة لعقوق الإنسان انتهكات صارخة تحت كل الأعراف الدولية انك يتم تهجير قصري لـ 2.5% من سكان هذه الإمارة وليس لهم زنب إلا أنهم كانوا فيما مضى بيستحقوا أنهم يتولوا هذه الإمارة لكن أرادت الإمارة أن تنتقم منهم جميعا وقامت بإسقاط الجنسية ونزع الجنسية وهم متواجدون ربما في أكثر من مكان نهاردة كان فيه وقفة ومبارحة كان فيه وقفة أمام قصر الأمم المتحدة في جينيف والناس في القبيلة قدموا مذكرة احتجاجية وقالوا أنه زي ما قال حمد خالد المري أحد أبناء القبيلة في الوقفة قال النظام القطري قضية إنسانية وليست سياسية وبيتمنوا أن المجتمع الدولي ينظر إلى قضية في دولة بتأكل الناس كلها في دولة بتشتري الأقلام كلها في دولة بتحاول تشتري كل المسؤولين في كل المنظمات في كل الأحوال سلطان بن سحيم بيفضح أكبر عملية تهجير سلطان بن سحيم ده معارض قطري شهير نجل أول وزير خارجاء لقطر بيقول إنه ما تقوم به الإدارة القطرية تجاه قبيلة غفران عملية تهجير قصري مكتملة الأركان ونفذها النظام الحمدين وبيقول إن نفس كلامي لقلت 2.5% من سكان بيتم تهجيرهم ده دي كارثة إنسانية قطرية ويجب أن تحاكم الإدارة القطرية على هذه الأفعال اللا إنسانية في المقام الأول واللا قانونية في المقام الثاني ترجمة نانسي قنقر